مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من دروس التحضير لاختبار الجنسية الكردية اليوم احنا في الحلقة السادسة وزي ما وعدناكم هذا هو عبارة عن تنخيص الكتاب بنعطيكم معظم الأشياء الرئيسية اللي لازم تدرسوها ولكنه لا يغني مرة ثانية عن الكتاب وقراءة الكتاب نفسه نحن أنهينا عند نهاية الصفحة 17 في نهاية الصفحة 17 تحكي عن شخص اسمه لورد ديرهم لورد من أعضاء لورد البريطاني يجى على كندا عشان يعمل ريكمنديشن أو يحكي للكنديين اللي موجودين في كندا في أيامها اللي حكينا كان اسمهم أبر كندا ولور كندا إنهم يتحدوا مع بعض بعد ما فصلوهم في كانوا بروفينس أو في أنتاريو أو بروفينس أو في كبيك زي ما تتذكروا بعدين صارت أبر ولور كندا وحكيانهم لقيت تحدوا مع بعض وسووا ريس بونسبل جوفرمنت هلا حنحكي شو هي الريس بونسبل جوفرمنت وهذا مبدع من مبادئ الحكومات في كندا الصفحة 18 تحكي عن بداية الحكم في كندا وكيف صارت طبعا زي ما أنتم تعرفوا أنه هذا لما إيجا اللور ديرهم حكى هذا الموضوع لكنه حكى برضو أنه الكنديين لازم يعيشوا تحت قوة أو تحت الإمبراطورية البريطانية ويصيروا كلهم إنجليش سبيكينج ويحكوا بالإنجليزي ويصيروا بالديانة أو بالكالشر بالثقافة بروتستان طبعا هذا أثار الضجة والمشاكل مع الفرنسيين اللي كانوا بدهم يحموا لغتهم ويحموا عاداتهم وتقاليدهم من الناس اللي يجوا وعملوا أو ساعدوا في الحفاظ على الفرنسية في كندا اللي هو تاشي وكارتير هادول مشهورين كتير وكل الكنديين تقريبا بعرفوهم لأنهم مساعدوا هم يعتبروا fathers of confederation هذا المصطلح رح تعرفوه اللي هم آباء الكنفدرالية الكندية هادول اثنين من آباء الكنفدرالية الكندية هادول هم الصورة اللي هون هم آباء الكنفدرالية الكندية طبعا واحد منهم سيرجون مكدونالز اللي هو كان أول رئيس وزراء كندي هنحن لهم آباء الاتحاد الكندي لهاي صورتهم واحد منهم أيضا سيرجون مكدونالز اللي هو صار أول رئيس وزراء كندي اللي بعد تأسيس كندا طيب هلين نرجع نحكي عن الارتحاد الكنفدرالية شو هي الارتحاد الكنفدرالية؟ في سنة 1840 أبر ولور كندا اتحدوا وصار اسمهم بروفينس أوف كندا طيب خلينا بس سريعا نرجع شو الأسماء اللي سموها في كندا أول شي كانت اسمها كندا بعدين سموها نورث بريتش كولوني نورث أمريكا بريتش كولوني بعدين سموها بروفينس أوف كبيك بعدين انقسمت بروفينس أوف كبيك صار إلها اسمين أبر كندا ولور كندا بعدين هدول اجتمعوا مع بعض وصار اسمهم بروفينس أوف كندا هنحكي بعدين لسه تغيرت الاسم تغير مرتين هليكوا مع عين لسه تستعجلوش المهم بروفينس أوف كندا في واحد اسمه لا فونتين لا فونتين هذا الرجل اللي هو هذه الصورته هذا الرجل حارب من أجل أو هو جاهد من أجل الحفاظ على اللغة الفرنسية وصار أول رئيس وزراء لحكومة ريس بونس بل جورم هلأ حنحكي شو هي ريس بونس بل جورم صار أول رئيس للحكومة تبعت بروفينس أوف كندا مش دولة كندا للبروفينس أوف كندا اللي هي المقاطعتين كبيك و أنتاريو حاليا طيب الآن الريس بونس بل جورمان شو هي اللي هي الحكومة التي يجب أن تحصل على تأييد البرلمان للبقاء في موقعها بما معناه أنه في الأشياء الرئيسية مثلا للحرب البجت أو الميزانية لازم تحصل على موافقة الأغلبية في البرلمان إذا لم تحصل على ذلك مضطرة هذه الحكومة أنها تستقيل وبالتالي الجورم يسوي يا إما انتخابات أو يحاول يوصل لحكومة ثانية من البرلمان يعني هذا شيء ثاني بس هذا النظام اللي حد الآن قائم في كندا و أول واحد طبعا إنكرج أو دعم هذه الفكرة اللي هو لورد إلغن في هذا الوقت طبعا هذا التصويت اسمه confidence vote أو تصويت بالموافقة أو بإعطاء قطوهم الconfidence إنه بساعدوهم زي ما حكينا أول واحد كان اسمه وهذا اللي قاد الكون فيدرالية أو الاتحاد الكندي حظوا هذا التاريخ 1867 1867 1867 هذا التاريخ مهم جدا اللي هو تاريخ تأسيس دولة كندا يجوا ممندوبين عن أربع أماكن اللي هو نوفا سكوشيا احفظوا هاي المقاطعات لأنه هذا معظم الوقت يعني من أحد الأسئلة نوفا سكوشيا نيو برونزويك والبروفينس أوف كندا اللي هي بعدين صارت كبيك وأنتاريو فهم أربع مقاطعات نوفا سكوشيا نيو برونزويك وكبيك وأنتاريو سووا الكون فيدرالية الكندية اشتغلوا مع بعض عشان يسووا نيو كونتري أو الدولة الجديدة وهدول الرجال اللي استغلوا على هذا الموضوع اسمه Fathers of Confederation وطبعا من نتائج هذه المباحثات أول إشي إنهم يعملوا نوعين من الـ Government two levels الأول الحكومة الفيدرالية والتاني حكومة المقاطعات حكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعات بعدين الشغل الثاني نقسم البروفينس أو اللي سميناها بروفينس أوف كندا إلى قسمين القسم اللي تصير اسمها كبيك وأنتاريو هذا هذا الشغل الأولى اللي هي مقاطعتين أو حكومتين الشغل الثاني إنه نقسم اللي جماعهم في 1840 ونرجع نقسمهم لمقاطعتين اللي هي أنتاريو كبيك وعلى هيك صاروا هدول الأربع مقاطعات أنتاريو كبيك نيو برنزوك نوفا سكوشيا هم البادين في الدولة الجديدة اللي صار اسمها حكنا لكم في اسم جديد Dominion of كندا Dominion of كندا حكي لكم بعد شوية ليش إجاء هذا الاسم Dominion أوكي وكل مقاطعة كان لها زي برلمان خاص فيها تنتخبه أو لحد هلا موجود برلمان المقاطعة وبنتخبه برضو برلمان فيدرالي برلمان المقاطعة اللي هي زي ما حكينا provincial legislator بسموها بركز أو مهتم كتير بمواضيع كثيرة منها برلمان المقاطعة التعليم والصحة برلمان المقاطعة برلمان المقاطعة 1-7 في 1-7 اللي هو تم تاريخ التأسيس للحكومة صار في عندنا يوم بنسميه Dominion Days أو كل يوم كل يوم 1-7 1 جولاي بنحتفل بتاريخ اسمه Dominion Days في سنة 1982 تتذكروا هذا التاريخ 1982 لما كندا رجعت القانون وسلطة القانون لكندا ناس تعتبرها استقلال جزئي عن بريطانيا لأنه كان أي قانون لازم بريطانيا توافق عليه أي قانون بتبثوه في كندا لسنة 1982 لازم بريطانيا توافق عليه أو البرلمان البريطاني في سنة 1982 الحكومة الكندية قررت أنها تصير كل القوانين في كندا وبالتالي هذا التاريخ تاريخ يعني مهم جدا بالحكومة الكندية أو بالتاريخ الكندي 1982 قرروا يسوي الدستور يصير كندي ما له خاص في بريطانيا وبالتالي وبالتالي تغير اسم Dominion Days إلى كندا Day إلى كندا Day of Confederation أو أباء الفيدرالية قرأها وعجبته من البحر إلى البحر فهو اختار هذه الكلمة Dominion و أطهب اسم كندا قبل أكثر أكثر من 100 سنة اسم Dominion of كندا إلى أن تغير الاسم وصار كندا اشتركوا في القناة